محمود بيطار معنا اليوم في الستوديو لنتعرف أكثر كيف يمكن فهم الوقائع والأخبار من خلال تعليقه محمود أهلا بك معنا الله وسهلا بك يا الله كما ذكرت حضرتك تقدم الأخبار بطريقة أخرى بطريقة مختلفة مختلفة عن من نقدمه وطبعا ستقوم بتزويدنا بفقرة ثلاث مرات أسبوعيا سنقوم بنشرها على مواقع أخبار الآن كيف تنجح في ذلك محمود أولا؟ السوشال ميديا هل أصارت المستقبل يعني لكل الناس بالذات للي في عنده المواهب بس ما بيحسنوا يفوتوا تيفي أو تلفزيون أو تلفزيون فمعظم الشباب الصغير اللي استعطار عب تلجأ للسوشال ميديا لأهل المواقع حيث تأثبت وجوده نحن مبدعين نحن في عنده كثير أشياء فينا نعملها بس ما يمكن استعطنا صغار على تيفي أو على تلفزيون أو تلفزيون أو تلفزيون فأخترت الطريق السوشال ميديا لأنه الأخبار والشيء طيب كيف تنجح أنك تقول الأخبار بطريقة مختلفة يعني بشكل مختلف الآن بعمل سكتشات كوميديا أكتر شيء طبعا كل إنسان عنده كاريزما وعنده الشيء اللي هو بختص فيه فأخذ الخبر وبعلق عليه طريقتي أنا بفهم كيف مثلا بولي بالأخبار مثلا كذا 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 وسوفا فأنا ليش كذا كذا ليش ما هي القصة مثلا هي فليش لللف هيك بمدكي بس بطريقة حلوة طبعا بس هي الأخبار اللطيفة طبعا أنا ما أخباري سياسية أو شيء أخباري كثير طريفة كثير يعني كثير على مادة السند على شو بتركز؟ تركز على كل شيء يعني أنا بحس مخالف للبيئة بنظري مثلا لما كنت بالإسوائيل أنا شفت مثلا سبع سلات زبالة لتكبي زبالة فيها فأنا ليش سبع سلات لنكب زبالة نحن متعودين بكيس أنه نكبها فأخذ القصة هاي وبحكي عنا نشوف هون شلون إنه فيها سبع سلات لنفرز زبالة في القصة صحيح فهيك أشياء أكبر الطرفي من تقول الطرفي كيف لقيت الإقبال من قبل الشباب؟ موقع التواصل الشباب والبنات والصبايا والختائر والإكبار والصغار كلهم كيف لمست هذا الأقبال؟ الله لمستهم وتواصلت معهم كمان فكتير شافوا الأقبال حلوهن لأنه شون كيف كيف أدي إليك لأنه شوف أخبار بطريقة جديدة أنه شي بأخبار جديدة فكان ملايين المشاهدات عندي وملايين المتابعين فكان شي حلو كثير كثير فأنا كنت فخور بهذا الإنجل في الفقرة اللي حتزودنا بيها على السوشال ميديا مادة تقول يعني بالنسبة لها؟ تقول أنه هي أنا رح أن أقول الأخبار كمان اللي بشوف أنا بطريقة كوميدية بطريقة طريقة طريقة على طريقتي أنا فهي ستكون بتلفزيون الآن رح تعرض في عنا ثلاثين حلقات مثل ما قلت كمان ثلاث حلقات أسبوعيا فخبين مفاجأات فما بدي أحكي عنا كثير بس كثير متحمس أنا أنه كنت هلا اليوم أنه قبل ما أعمل البرنامج كنت معي كوني بالأخبار حتى نحكي على الصيف محمود خلينا نتابع مقطع من مقاطعك على الهواء ونعود مرحبا كيف كون؟ إن شاء الله يكلوا بخير ما دريتوا؟ سلطان وسيدا وصلوا هولندا الحمد لله وصلوا بهولندا واعتنوا فيهم وكثير اعتنوا فيهم كيف طلعوا سلطان وسيدا؟ أحزروا كيف؟ أراح لكم طلعوا من سوريا؟ من سوريا لا تركيا؟ من تركيا للأردن؟ ومن الأردن؟ لهولندا وما دفعوا ولا ليرة؟ وما راحوا لعند ولا مهرب ولا واحد تعذبوا وما دفعوا شي لا زوروا ولا طلعوا تهريب ولا طلعوا بالقارب حتى طلعوا بالطيارة كون تعرفوا من سلطان وسيدا؟ اذا بدكم تعرفوا سلطان وسيدا لازم تحزروا قبل مين سلطان ومين سيدا؟ راح عرفوا على سلطان وعلى سيدا تفرجوا محمود أهمية وجود وطرح مثل الآن؟ سلطان وسيدا؟ لا لا أبدا فقراتك قصدي فقراتك على صفحات أخبار الآن أو صفحات الآن؟ ما تحس أهمية وجود فقرتك معنا صفحة أخبار الآن؟ أهمية حلوة أنه أنا فعلا وصلت للتلفزيون ما قلتلك نحن بينا من السوشال ميديا لحتى أن نكون توصلت بشيء أكبر ففعلا أنا حسيت أنه لما أنت توصل إلى تلفزيون أو توصل إلى شيء بصير العمل نفس الشغل أصبح أكبر أكثر فهذا الشيء اللي حلوة وأنا كثير أنه أفتخر أنه أشتغل مع تلفزيون أو أشتغل مع شيء هذا لأنه الشيء يرفع المستواكيد ففهماني عليك كيف فهذا الشيء اللي أنا أكبر طيب ماذا تقول للشباب الذين لديهم هواية عندهم رغبة وطريق لا يزال أمامهم طويل؟ بسيطة عبارة بسيطة هي أنه بالحياة ما في شيء يسموه حلم الحلم بالمنام نشوفه مشان كل الشباب الصباية كثير ناس أقولوا أنه أنا عندي حلم أوصل هذا الشيء أنا عندي حلم أصير أنا ما في شيء يسموه حلم بالحياة الحلم لما تنامي بس بالحياة في شيء يسموه إصرار لما أنت يكون في عندك إصرار فرح توصل إلى هدفك ممكن تتعذبي ممكن تتعرق الأمور شوي بس بالأخير راح توصل إذا كان في عندك هدف فعلا شكرا جزيلا لك محمود بيتار يوتيوبر شكرا لك شكرا لك